اشتركوا في القناة هو مولود نجمي من زمان اخذ لقب الطفل المعجزة معنا فنان اشتغل امام عمالقة الفن من الممثلين والمخرجين والمطربين وايضا المنتجين ومن ضمن اعماله مجرم في اجازة شاعة حب معبودة الجماهير فيلم سرطائية الاخفة اللي كلنا طبعا عارفينه وبنحبه وعمل برنامج ساعة القلبك مع الكبير الكوميديان فؤاد المهندس وطبعا هو اشتغل اعمال كتير غير دول طبعا النهاردة هنتكلم مع فصيح السينما المصرية ونقف امام اهم محطات حياته وهيكون في حاجات حصرية وطبعا كلنا عارفنا هو مين هو الفنان احمد فرحوط فنان الجميل اهلا وسهلا نورتني نورتني وشرفتني وانا بشكور حضرتك على تلبيت الدعوة ووجود حضرتك معي الله يخليك يا حبيبي اهل وسهل بكم الجمهوري العزيز اللي انا مكسر في حق وما بظهرش كتير لنا ما احبش ازا ما قلت ساتة قبل كده ما احبش اخبط على شركات الانتاج فباشتغل مع الناس الحبيبنا يعني يا أستاذنا طبعا انت باسم الله ما شاء الله يعني يعني اعلامة كبيرة وقيمة وقامة يعني اي حد يتشرف ان حضرتك تكون معي ده واحد اتنين بقى طبعا لازم حضرتك تظهر كتير لان الناس كلها بتحبك والناس كلها عايزة تشوفك يعني لما اعلنت ان حضرتك معي لأ لقيت الوضع اختلف يعني ناس كتير جدا حتى ناس كتير قالت سير طائلة الاخفة الطائلة راح يتفيد ده السؤال بتسأل لغاتي النهاردة سير طائلة الاخفة ده من ستين سنة علقتها يا أستاذ أحمد من ستين سنة سيادتك شوف لغاتي النهاردة ماجحة لان العمل الجيد بيبقى باقي اما العمل اللي مش كويس هينتهي الحاجة الكويسة بتبقى واقعة عليها مهما العمر بتاعها بالزبط انما فيه فيلم مثلا انت ممكن تشوفه مرة واحدة خلاص ما مش عايز تشوفه تاني اه بعد انده كانت اخرج نيازي مصطفى مخرج متمكن في الخدع وانت درس نجيبه الرسمال الوطني الجميل هنتكلم عن الفيلم ده بالتفصيل ولكن اما طبعا هبدأ مع حضرتك انا طبعا محترى أبدأ باي يعني فيه حاجات كتير جدا محترى أبدأ باي بس هبدأ من أول فيلم وهو مجرم في أجازة طبعا انت حضرتك قلت بالقاءات كتير ان البداية كانت من مصرح المدرسة طبعا خير وعلي المصرح المدرسة طبعا علمني ازاي اقفى المصرح ازاي ما خافش من الكاميرا ازاي اقفى قدام الجمهور فبصراحة المصرح المدرسة واي رياضة في المدرسة بتطلع جيل موكوب حلو انا نسيب حضرتك بقى تحكي للسادة المشاهدين الحكاية من مصرح المدرسة لفيلم مجرم في أجازة مع الوحش الشاشة اللي عملاق فريد شاوئي معاك الكامل صحب الصيف صباح مدحم دي سمعي يوم مليان نجوم طبعا نجوم زمان الفن الجميل وانا كان طول عمري عندي قصور في الغدد فشكري اصغر من ايه من سني فلما نجوم يعملوا مصحية في المدرسة طيب دا هيملوا ولد ابو وبنته ام طبعا زين طفل يعني او ابنهم فلأ وين اصغر وحش في المدرسة احر الفرحات عنده كم سنة عشد سنين او ثمان سنين كنت في سنة تلتة يبقى ثمان سنين صحب ثمان سنين مرني الدكتور الاستاذ الجميل محمد محمد المصري كان استاذنا بتاع الموسيقى بتاع الفن نعمة مرني كويس فناس شفوني كان اللجنة في تعالف المدرس كان بتعمل يجي منطقة من المنطقة وناخد جوائز وكان واحد موجود مسابقات اه مساعد مخرج رابع مثلا لصاحب صيف لقيته جاه جاعد مع بابا وقال له احمد ابنك موهوب وصاحب صيف يدور على طفلي نفس الدور ده طفلي يعني كان لقى ابو امه بس اتفرقوا وطلقوا فبقيت في الشارع او طفلي يتيم يعني فقال له طب برحوا فين قالوا نرديكموا كده لان انا شوالي معاه راحنا لقيت استاذ صلاحب صيف المخرج العبقري الجميل المخرج الواقعية المصرية وكريكو المنتج ومدير يعني موعد السطوت لقيتهم قاعدين فدخلت استلام عليكم استلام عليكم كان معي والدي طبعا والراجل ده فقالوا انتوش لأتاك عليهم ممتاز صاحب صيف بيقصلي كده اي انت بتاع تمثل هو بتتكلم بسرعة شوية قلتول اه بعرف قالت امثلي حتة يلا مش فاضي استعجل بسي بتول حتة المصحية الدرامية اللي انا كنت عاملها ابهرت 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 فعلا يعني قال لي طيب تعرف تمثل كوميديا او ضحك يعني بتوله اروح تقيله ملوك كنا في العيلة عندنا بنعمل سامري او حفظ السمر كل يوم خميس كل واحد عنده مهيبة طلع احا الرسمة اللي كاتب شاعري اللي يقول نقط اللي يقول ملوكات انا ونقط فابهرت قال لي كريكو اتفق معاه كريكو ده المنتج الدنيا عشر جنيه وده كان اول اجرى الخطو وده اول وكان اجرى ابويا والدي ساعتها كان عشر جنيه في الشهر وبعدين كان داختنا حلو يعني يعني ابويا بييجي معان البطيخ النحياتي والشباب النحياتي يعني كنا عايشين حلو بالعشر جنيه كانت تقريبا سنة تسعة وخمسين او تسعة وخمسين اللي هو في يناير تسعة وخمسين تسعة وخمسين يا اوزانة طب حضرتك حد في البيت كان بيحضر معك التصوير بيروح لازم في الاول لازم كان لما لاقى والدي ان انا بكسب احسن منه سب شغله بقام دير اعمالي وكمان ايه يعني الولد كان بيشجعك البيت كان بيشجعك ايه بيشغل بالك عشان يشوف الممثلين الحلوين لا المحلوين انا عارف بس هم القولة والاخيرة واللي خلف منها كانت جوازات متعة كده بسرعة كده ثلاثة وحضرتك بردو اتجوزت ثلاثة رجيت عالة بس ثلاثة لا بس انا غزب عني مش بيكفي بس ثلاثة ثلاثة بقى بقى لا معي عشرين سنة ممثل عني يعني واضح جدا حتى انا شوفت القوات اللي يكن مع بعض ايوة معي حاجة مهجة وحاجة مشرفة وحاجة فخلي بالك لسبب انا طبعا عشان واضت بتجوز بس ما فيش كده ان شاء الله ربنا معوضك وهيعوضك حاجات تانية كتير الحمد لله فهنكمل بقى مسيرة الفنية لو تحب سيادتك عملت الفيلم موجر في اجازة ومت وعملت فيلم اسم شابس لتليب لما زيب الاسر وعتعمت لما كنت محمد محمد العربي في المحيوم وجايا لما لقيتني عيان راحت تزورني ومت قدامها فمشت مش شايفة وقحت تصابت في الحجر فقعمت وانا مت ويعتم بقت عامية المهم فمين بقى شافني المخرج العفكاري عايز الدين زفكار مخرج متمكن ممتاز قال لي احمد كل ما شوفك تمت وتمثلي دراما وتمثلي دراما وتمثلي دراما وانا اضحك يا عم خليك في الكوميدي قال لي احنا بديعي فيلم اسمه شارع الحب مع عزاء محافظ وصباح والنابولسي وزياد صدقي وناس كتير كده حلوية واحسن رياض طبعا فنان الجبيل وعظمين ابراهيم المهم قال لي هترقص ايه انا عازة مستعجل بقى عازة مسل قال لي شوفش يا حمد يا حبيبي الرأسة الصغيرة دي هتخربش خمسين سنة خمسين سنة دلوقتي بقى لها كام واحد ستين سنة ومخربشها لان زي ما احنا قلنا في البداية ان الحاجة القيمة دلوقتي اساسا يعني مقدار ما خرجت من السينما تمام مع اتناسي اتحطت في الناسيان تمام طب الاستاذ احمد فرحات حضرتك احمل 18 فيلم وانت حضرتك صغير 20 فيلم 20 فيلم ومنهم فيلمين او فيلم عالمي ابن كيلو باترا ابن كيلو باترا كانت أربعة وحدثة في مصر ده كان فيلم ايطاري امريكي مصري مشترك وكان فيلم عالمي فعلا حدثه في مصر كانت أتنين وستين كان وبيه القتلة الاشتراكية أيام اتنين وستين ونأخذ بهم السلاح فكان سياحة في مصر وسياحة في المجر ترويد للسياحة بس كانت فيلم عايحية شهين وعمينة إبراهيم ومعايحية ناس كويسة حاجة مشرفة اه طبعا وعملت مؤخرا بعض الأفلام ومنهم فيلم طنبولة طبعا عايزك تقول لي بقى الأفلام دي كلها قاني فيلم محبب لقلب الفنانة احمد فرحاته الله يخليك بص أنه لما رجعت أو لما كنت في الياس الجمهورية أكملك بس الأول الأول جات النكسة كنت نجمي زي ما انت عارف جات النكسة سبعة وستين فالفن في مصر ميت أو أقل وبعدين لما جاي بدل فتاح الاقتصادي أربعة وسبعين جاي فني جاي من بيروت مش بتاعنا مش بتاع الحار المصرية مش بتاعنا احنا مش كوميديتنا الحلو ولد بيدور مع بيتها على شقة مخدرات عصابة طالد حرامي كلام مش بتاعنا حلقتين السؤال اللي كنت عايزة تسأله بس كامل حضرتك فاللي حصل أن أنا دخلت سنة عامة أو كاملت سنة عامة ودخلت معد على الإصناعي وطلقت بالأوائل فعينوني في رئيس الجمهورية مكتب رئيس الجمهورية وهو ده بقى السؤال اللي أنا برضو عاكمل أنت عايزة تسأله حضرتك حضرتك قلت في القوات كتير أن سبب بعض حضرتك عن الفن هو النكسة طبعا نفسه كانش فيه من فن في مصر ولا في نصيمة ولا سيمة ولا لك كامل ده كله ناس متضايقة متاخدة حيطة الأرضين والمصر أصره غير أي حد المصر صعب ينم مهزوم أكيد طبعا يمكن أي حد تاني مش باستكبر عليهم أرضه متاخدة منه ساكت وعايش عادي وسيمة وكل حاجة لكن إحنا لا المصر لا أكيد طبعا طبعا المصري ما كناش حاجين كن هميق عندها مش عندكوا استعداد للفن والفرح ولا فن حضرتك وقتها ممكن للأفراح ولك ساعتها السرقات والحرمية ما بقاش فيها سبحانك يا راح قلت وقتها أن حتى الفنان اسماعيل ياسين قعد خمس سنين بدون عمل خمس سنين بدون عمل الراجل اللي كان الفيلم بتعلم باسمه حاجة ما تعاملش في العالم ليلة مراد واسماعيل ياسين الواحدين في العالم أنا ما تعاملش تعمل أفلام باسمه يعني هقولك حاجة الولد بتاع ابن كل باطر البطن ويجاي من أمريكا بتاع سلسلة أفلام رينجو وسدسه زهبي هو أيام الكريبوي يعني هو ما اسموهش رينجو اسم الشخصية ممكن اسم الشخصية تعمل بيها كذا في فيلم لكن اسمك اسمه اللي في البطاقة يطلع باسمه ده انتصار كبير سنين ياسين طبعا حضرتك قلت النكسة أكامل بقى السؤول المهم طبعا في معلومة يعني ربما الجيل يعني بعض من الجيل الحالي اللي يعرفها يعني ناس كتير ما تعرفهاش ان حضرتك كنت مهندس اتصالات في رئاشة الجمهورية مكتب الرئيس في عصر الرئيس مبارك مبارك ومحمد أنور السادات الأول محمد أول السادات أربع سنين تمام هل بقى ده كان له تأثير على الفن ولا لا ولا هي فقط النكسة اللي كان لها تأثير عند حضرتك على الفن ولا الشغل برضو كان له عامل بس أولا شغلتك أما فيش تأثير في الموهبة الموهبة ده ما عندك بقى تنظفك كده بترجع تضوي تاني أكيد الموهبة ودليل فيلم اللي هتجفولي اسمه طنبولة ده عملته أنا وانا بعد ما رجعت من بعد المعاش أيوا اللي هو معانا اللي هو حضرتك مزهر أبو النجا الفنان مزهر أبو النجا الفنان مزهر أبو الله يرحمه طبعا حبيبي ربنا يحفظك فهتشوف هتلاقي هون موصل تنظفه كده تلاقي ظهر التاني أنت ما عليك نجمي يعني نجمي بالزمان أنا لما رجعت بقى عشان بحبش أخبط على حد زي ما قلت لك باشا مع أفلام اللي الناس صحابيبنا وصحابنا المصحيات والمصح ده أول شنون المصح ده جميل فده اللي بعمله لكن ما بعملش أفلام كبيرة أو بتاعه إن حضرتك برضو ما بتحبش تعمل الهازل حضرتك قلت إنه ممكن بتحبش تعمل الهازل يقول لي كلمة رخمة وانا مش صبيرة أنا عن سبعين سنة ومن هنا إحنا بنوجه هذه السالة للقائمين على صناع الأعمال الفنية هم تجي بحطة بس مع الأعمال الفنية فيه نجوم من زمن الفن الجميل لابد إن لازم يكون لها يعني بيهم الاهتمام لازم يكون بيهم الاهتمام لإن هم دول يعني هم اللي هيحلوا العمل أو أنتم فقرين مثلا حضراتكم إن العمل مثلا حد معين بنت وولد والكلام لا لا مش كده خالص مش كده خالص فين جوم كلنا محتاجينهم كلنا محتاجينهم فقال إيه ده هو الموظفين ولا الكلب دول جايبين عيانهم معاو وصيفهم إحنا في مصر فلا في شغل مين كان معاه الدكتور اللواء جمال بيعب عزيز رجل محترم جدا وكان شغل معاو واشرة من الصلاة وبحبه جدا وخدومه جدا مهم فقالوا لا يا فندم ده مش من حد هو مهندس معانا هنا في الصلاة رد عليه قالوا هيمسل ويغيب قالوا الوالد ده مش بتاع طاقيت لغفة بقولك قالوا آه هو ده قالوا وكل شيء روح أمسل وروح أعمل حانتروده قالوا ساب التمثيل قالوا والله ساب التمثيل وولد ملتزم ونشيط وجدع بنيشتغل معاو شغلة الله مصلى على النبي لأن كنت بحب شغلتي يعني كلام جميل جدا تمام والكلام شايق أنا بصراحة يعني في حاجات كتير جدا يعني عايزة أكلم حضرتك فيها السؤال اللي أنا عايزة أسأله قولي استوقفني سؤال مهم جدا بفضل إن الفيلم ده كان مكتمل الأرقاد بزبط يعني كان والعقود بقى على المؤسسين الكبار موجودين كل حاجة كان التماني كان يوقف على ضر فاصية يسأله ليه مش هنشتغل فيه طبعا أنا معاك إن الخمسة جديد مش يقولي يا له سألت مثلا الفيلم ده كان 62 أنا عارف خمسة جديد مش يقولي يا له بس بلاش بلاش حفظ الحظ كان مصر عب حاليم اسمعين ياسين ما بياخدوش الألفات الكتيرة دي كان أكبر أجر كان عب حاليم حافظ أكبر أجر كان عب حاليم حافظ اسمعين ياسين كان أجر مش كبير زي نفهم إنه الفيلم بإسمه هو 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 ألف جنيه مسر يعني بالأرقام باللي بنسمحها دلوقتي يعني مش تأجر نرجع عشان انت أخدتنا في أسئلة تانية مش مليون مش ملايين حضرتك أخدتنا في أسئلة تانية نرجع لفيلم سرط إيطل 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 كان إحساسك إيه بقى لما حسيت إن الفيلم كله واقف على ظروف فصيح ما كنتش عارف يا ريت نقطة أعرف يا أخي لا لا مش لا إحساسك إيه يعني ما كنتش تعرف عرفت بعدين عرفت نياز مصطفى أبرامسيس ناجيب قالولي آه عرفت بعدين طب حضرتك بقى وقفت قدام مجوم عمالكة زي النجم فريد شوقي النجم عبد الحاليم حافظ النجم اسماعيل ياسين نجوم كتير جدا عبد من عمي إبراهيم وعند رسطم وكتير جدا إحساسك إيه بقى وقتها هل وإنت طفل كنت مستوعب إنك واقف قدام النجم دول ولا لأ طبعا زي ما قلت لك علموني في المدرس بتاعنا علين زي أقف المسرح وزي أوجه الجمهور وزي ما تكسفش وزي ما تجلش ده مهمة قوي للموسط لو كسفت حتلجلج وتعمل حاجات أخطأ جمدة لكن لو أنت طريقتك الطبيعية هتقول حاجات كويسة فالناس دي كمان عايز أقولك الناس دي مش من فراغ الناس دي هجوم كبيرة ودتني ودوني وقتهم ودوني وقت إن أنا يعلموني في حاجة جميلة جدا طبعا كنت عارفت دول مين وكده وأنا بقى الشهار تقوي للدرجة إن أنا في المسرح نراحي مدرسة طفلين يقفوا حاجة كده مربعة كبيرة كده يقفوا ورايا وطفلي يشيل الشنط حب حب مش أكتر الوقت مع حضرتك جميل ولكن للأسف مش عارف بيقوله الختام الجي بدري بسرعة عليه كده ولكن هيقض حضرتك في سؤال مهم تفضل يعني سؤال مهم معلومة حضرتك عبد الحليم كان رفض يغني في فيلم معبود الجميل معبود الجميل أخي فيلم عملته أنا فحضرتك الأقناع إنه يغني الأغنية دي عايزك تحكينا الموقف ده دي الموقف ده بسرعة كده أنا روحت أوردر جالي فروحت قعدت في استوديو فكان عبد الحليم حافظ قعد وحلم رفرة المنتج المخرج ودكتور الحج وحيد فريد موديل التصوير والملحنين ونس كتير وانا قعد بقيت كده بيقوله إيه انت أغنية بلاش عتاب وتغنيه قال إيه الأغانية دي كلها أنا أنا إيه فيلم كله هنا حتى الأستاذة شدية ما غنيتش اللي معايا حاجة غريبة ما رضيتش حتى تغني لوحدها فانا قطيه الأستاذة الحليم أحمد حبيبي هو كان بيحبني قوي يعني وكلو كانوا بيحبوني حتى موثلات موثلوني بيحبوني مهم أحمد حبيبي تعالى لجيت ورح شايني حطيتها الجاملة على الكلفة ترى أستاذها الحليم يتاو تمثل مياه مياه وإحنا كموثلين عارفين كتاو تمثل ممتاز بس الجمهور اللي بيدافع فلوس بالتذكرة وداخل يتفرج عليك داخل عشان إيه عشان الحليم المغني مش الممثل فكل ما تغني أكتر كل ما أحبوك شايفين؟ أحرف أحضر أكناعي دلوقتي أنا لازم أختم حالا تفضل وهختم مع حضرتك بآخر سؤال الموقف المحرج اللي بينك وبنعب حليم الموقف الكوميدي ده هختم بي ده أول فيلم الشارع الحب اللي جابني الله يرحمه أعزليه فتاكل عم مكياج مساعد مكير هو بيعمل مكياجه والمكير بيعمل شاب بسا احنا مشايفينه مين إنواب بينه وبينه فالمساعد بيقول لي يا أحمد انت بتحبه مين أكتر؟ كان لسه عب حليم طالع طبعاً كان واجه شهرته بس كان فيه مقارنة بتحبه مين أكتر؟ الأستاذ فريد أطرس ولا عب حليم؟ احنا عارفش الشاب ده مين؟ كان لي بالك تمام وتقول لي انا بحبه الأستاذ فريد أطرسه أكتر والأستاذ وده عب حليم يعني فمصلت لي قتل إذا عمل كده مين؟ عب حليم حافظي يا لهوي يا لهوي يا لهوي حتى أصغط موضة برقص لو اللي باقى هنا بقى والتمثيل علمني والصورة البديه لا وكمان إن أنا ما أكسفش وما أجلش فألتقول آه أستاذ فريد الضطرس بيغني ولاحل لنفسه أنت بيغني بس أي حاجة أنا عادت فيه أحفظ وقلت بيأتي الكلمة دي قلتها له قال لي أنا بغني بس إن المنتبكن وإن هو يجيب أحسن مؤلف وأحسن ملاحن ويطلع العمل متكامل طبعاً كنت شفين حاجة عمله كده كان عن تسع سين تنمانسين تقريب بعمله كده وخط حضرتك شرفتني ونورتني وكنت أتمنى إن حضرتك تكون معايا أكتر من كده ولكن للأسف في الكنترول عملين يقولوا الوقت 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 الجميل يا كنترول حاضر يا كنترول حنخلص ويصير باي 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 بأ الوقت الجميل بيخلص بسرعة حتى كان معنا مداخلات كتير جداً ما عرفناش ناخدها شرفتني ونورتني وإن شاء الله نستكمل الحديث في حلقة قادمة بإذن الله وشرف كبير جداً لنا أعزائي المشاهدين كنتم معنا في برنامج حلم حياة وانتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة وأنا بجد يعني بعتزمي لا 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 مش عادي شكراً شكراً شكراً